اكد سعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن الخليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الملتقى الحكومي 2019 الذي يعقد يوم غد الأحد برعاية كريمة من سمو رئيس الوزراء الموقر ومبادرة من سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يكرس مفهوم العمل الحكومي الجماعي الذي يسهم في توحيد الرؤى المشترك الرامية إلى تلبية تطلعات المواطنين بما يتوافق مع المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأشار سعادته إلى أن الملتقى الحكومي في نسخته الرابعة جاء ليؤكد على أن العمل مستمر نحو تنفيذ المشاريع التنموية انطلاقا من برنامج الحكومة 2019-2022 وذلك بالتوازي مع مبادرات برنامج التوازن المالي للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإرادات الحكومية بحلول 2022 بما يعود بالنفع والنماء لصالح الوطن والمواطن وأضاف سعادة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الملتقى هو خارطة الطريق التي تصنع مستقبل العمل الحكومي وتطور أداءه كفريق واحد يسعى كل من موقعه لمواصلة تعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها وخلق المزيد من الفرص الواعدة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة المنشودة ترجمة نانسي قنقر